موسيقى موسيقى السلام عليكم لليوم الرابع تعجز مشاورات الكويت عن التوسل لأي نتائج إيجابية تعبد طريق السلام الشائك التصلب الذي أبداه وفدو ميليشيات الحوثي وصالح كان المعرقل الأبرز في الجلسات السابقة لكنه اليوم ازداد حدة مما هدد بوقف المشاورات كليا جلسة الصباح أي جلسة المشاورات الرابعة انفضت بعد ساعة من انعقادها إثر استعراض تقرير لجنة التهدئة الذي عرض في الجلسة التقرير حمل ميليشيات الحوثي وصالح وزر الخروقات التي طالت الهدنة وتجاوزت مئة خرق سجلتها اللجنة ضد الميليشيا في أربع محافظات يبدو أن السلام الذي ينشده وفد الانقلاب منفصل أو مفصل حسب رغبته فهو يرفض إجراءة بناء الثقة المقرر في مشاورات بيال وجينيف السابقتين ويرفض أيضا السيرة في المشاورات بحسب جدول الأعمال المقر أمميا كانت الجلسة المسائية قد تجلت أكثر من ثلاث ساعات بسبب رفض الانقلابين الحضور وأبلغ المبعوث الأممي أنهم لم يتلقوا تعليمات من قياداتهم بالاستمرار في المشاورات تفيد التصريحات أن ولد الشيخ أمهل الوفود المشاركة حتى صباح يوم الغد للمضي في أجندة المشاورات وتحديد موقف واضح من جدول الأعمال فإما القبول بالمضي في المشاورات وفق جدول الأعمال المقر أمميا أو الانسحاب منها إذن ما الذي يريده الانقلابيون من المشاورات في الكويت هل يبحثون عن السلام أم عن تمديد للحرب وإن كان للسلام من تفكيرهم نصيب فما هو معنى السلام بالنسبة لهم ولماذا يرفض الانقلابيون اليوم الإقرار بالخروقات والالتزام بالآلية الأممية لسير المفاوضات ما هو مفهومهم لنقاط الخمس وما مفهومهم لوقف إطلاق النار ولماذا يصرون على البحث عن تسوية وهل صحيح أن هذه التسوية إذا حدثت ستنهي القرار 2216 حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذا الليلة نبدأ الحلقة بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير تلكء ومماطلة من قبل وفد الميليشيا تسبب بتعليق جزئيا للمشاورات يأتي ذلك بعد أن تسبب وفد الميليشيا في الكويت بإنهاء الجلسة الرابعة دون الاتفاق على شيء بعد أن رفض النقاش وفق جدول الأعمال وإجراءات بناء الثقة مضطر المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لرفع الجلسة الصباحية بعد ساعة فقط من عقدها تفيد تصريحات أن ولد الشيخ أمهل وفد الحوثي حتى الغد لتحديد موقف واضح من جدول أعمال المشاورات إما القبول في المضي بالمشاورات وفق جدول الأعمال المقرر أمميا أو الانسحاب منها المصادر الإعلامية المرافقة للوفد الحكومي أكدت أن تقرير لجنة التهدئة الذي تم عرضه في الجزة الصباحية عرض الخروقات التي حدثت لليوم الثالث من المشاورات حيث تم رصد مئة وسبعة وعشرين خرقا قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح توزعت بين تاعز والجوف ومأرب وشبوى والبيضاء كما نفت تقرير مزاعم وفد الميليشيا حول طيران التهالف جاء تأكيد اللجنة أن الطيران لم يقصف أي من المناطق التي تحدث عنها فريق الإنقلابيين وهو ما يجعل الدعاءات وفد الميليشيا باطلة وغير صحيحة أنا أعتقد أن موضوع الغارات الجوية لا تحتاج إلى مجرد قرار قرار لوقف هذا الغارات استمرار هذا الغارات ينبع عن عدم وجود جدية أو نية في وقف إطلاق نار كامل وشامل يصر الحوثيون على رفض الخروقات التي تقوم بها ميليشياتهم على الأرض رغم تقارير لجنة التهدئة وهو إصرار على ممارسة اللعبة ذاتها حيث تأتي تصريحاتهم لاستغفال متابعيهم وإنجافة الشواهد الميدانية وتقاريرها يسعى الحوثيون في مشاورات الكويت لإطالة أمد الحرب أو الموافقة على شروطهم التعجيزية التي تمنحهم حق تشكيل حكومة والبحث عن تسوية تعطل القرار الأممي 2116 وضمان استحقاقهم الدائم لما حدث من تعيينات طيلة عامين من الحرب واستيلائهم على المؤسسات العسكرية والمدنية وتجريفها لصالح أسماء وأسر بعينها يمتلك الحوثيون رصيدا من المراوغات السياسية في الحوار بدءا من مؤتمر الحوار ومرورا بالاتفاقات المحلية التي تم نقضها وانتهاءا بالمشاورات السابقة وبالرغم من الشروط الأممية بأن تتمتع الوفود المشاركة بالصلاحية الكاملة في قراراتها إلا أن تحجج الوفد الإنقلابي بمنعهم من الحضور من قبل قيادتهم يلقي بضلاله على مصير المفاوضات التي كما يرى مراقبون أنها ستظل مرهونة ليس بقرار قيادة الميليشيا في الداخل بل وبمزاج طهران من المشاورات اليمنية أرقلة تلو أخرى تهدد مصير المشاورات والآمال المعقودة عليها رغم التزام وفد الشرعية بخيار السلام والعمل على وقف الأعمال القتالية وتعزيز سريان وقف إطلاق النار في الجبهات إذن مشاهدين الكرام ينضم إلينا عبر السكايب من الكويت المحلل السياسي الأستاذ عبدالله إسماعيل مساء الخير أستاذ عبدالله مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام أهلا بك أستاذ عبدالله في ضوء استمرار التمنع من قبل طرف الإنقلابي كيف تتابع مشاورات الكويت إلى هذا اليوم الرابع يعني كما تفضلت يبدو أن وفد الإنقلابيين أتى للكويت لامتناع عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بييل من إجراءات بناء الثقة وهذه اتفاقات كانت بحضور وبمباركة وبالتزام منهم للأمم المتحدة امتنعوا أيضا عن مناقشة جدول الأعمال في القضايا الهامة والقضايا الأساسية امتنعوا أيضا اليوم عن شيء خطير ولافت وهو أن كان هناك مقترح أن يتم إصدار بيان لمساندة القوات اليمنية في محاربة القاعدة والإرهاب فرفضوا رفضا قاطعا أن يكون هناك أن يوقعوا على مثل هذا البيان وهذا ما أثار استغراب الجميع سأعود إلى هذا البيان أستاذ عبدالله لكن قبل ذلك دعنا نتحدث أكثر عن مشاورات الكويت ما هو التطور الذي يمكن عده تطورا خلال جلسات اليوم من النواحي الإيجابية أو التحرك في اتجاه حل حالة الأمور ليس هناك أي تطور على الإطلاق ويمكن أن نقول أنه النجاح الوحيد لهذه المشاورات هي أنها استمرت أو أنها يمكن أن تسمر يوم إضافيا لكنها يمكن أن تعلن فشلها في أي لحظة أما تطور في الجوانب السلبية فهو أن الحوثيون وصالح أو وفد الحوثيين وصالح يصرون على وضع محددات وجدول بمزاجهم هذا الجدول يتضمن أمرين هامين بالنسبة لهم هم أتوا به يحملونه من صنعاء وهو وقف التحليق الطيران بما يعني استفادتهم الكلية من الهدنة وتحركاتهم كما يريدون والأمر الآخر أن يتجاوزوا القرار الأمم 22-16 والقضايا المطروحة والخمسة النقاط لينتقلوا إلى مرحلة البحث في الانتقال السياسي قبل أن يمهد الملعب كما هو واضح في كل المقرارات المجتمع الدولي للوصول إلى هذا الأمر فيما يخص بموضوع وقف تحليق الطيران هل يطلبون بهذه الجملة فقط وقف تحليق الطيران بدون أي مطالب أخرى تشمل مثلا وقف إطلاق النار أو تثبيت الهدنة أو بمسمى آخر خارج هذه الكلمات هم واضحون جدا هم يطالبون بتوقف العمريات العسكرية وخاصة تحليق الطيران مع أنهم يقولون أن هناك ضربات طيران اليوم الوفد الشرعي قدم 124 خرقا من الخروقات التي مارسها الحوثيون بالأمس 124 خرقا في تعز وفي البيضاء وفي مأرب وفي غيرها من المناطق وليس هناك أي ضربات جوية على الإطلاق لكن تحليق الطيران هو لمغراقبة التزام الجميع بالهدنة وبالتالي هذا أعتقد أنه عنوان عريض وهدف كبير بالنسبة لهم هم يريدون أن يصلوا إلى هذه النقطة حتى لو انهدمت المشاورات حتى لو فشلت المشاورات ليس لديهم إلا هذين الهدفين كما ذكرنا موضوع بحث الانتقال السياسي وموضوع تحييد الطيران والأهدف فاضحة يعني الأهدف فاضحة يعني لا تزال المشاورات وستطعب الله تراوح مكانها من ناحية أنها لا تزال تبحث أجندة هذه المشاورات ولا تخوط فيها أساسا هذا هو هذه المصيبة الكبرى أننا إلى الآن لم ندخل في نقاش جدي في مواضيع متعلقة بما تم الإعلان عنه من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن الخمسة النقاط المنبثقة من القرار الأمم 22-16 لم يتم حتى الاقتراب منها ما زلنا خلال هذه الجلسات نناقش محاولة لنقاش جدول الأعمال لكن الوفد الحوثي وصالح هو يعني متعنت إلى أبعد الدرجة ممكنة هو لا يعترف بهذه التفاهمات حتى تفاهمات جينيف قال نحن لسنا معنيين عن أبها هناك حتى تصريحات خطيرة جدا فيما يخص القرار الدولي القرارات الدولية يعني هناك تصريح لمحمد عبد السلام منسوب إليه يقول أن القرارات الدولية لا تعنينا وبالتالي نحن أمام أمام يعني وفد لا يملك القرار على الإطلاق طيب أين قال هذا الكلام أستاذ عبد الله في جلسة المباحثات بل كتب في صفحته ثم بعد ذلك ألغها وهناك أيضا من الإعلاميين من نقل عنه هذا الأمر وأعتقد أن هناك اليوم استياء كبير من قبل الأمم المتحدة وحتى من قبل الطاقة من الأمم المتحدة كنت أسألك على هذه النقطة أستاذ عبد الله ما هو موقف المبعوث الأممي في ظل هذه الاشتراطات أو التمنعات التي يقدمها وفد الإنقلاب في اليوم الرابع من جلسات المشاورات في الكويت في الجلسة المسائية ما تسرب عن الجلسة المسائية اليوم أن الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن يعني أعطى مهلة لوفد الإنقلابيين إلى غد إلى جلسة الغد لتوقيع على جدول المباحثات الرجل تعرض لأكثر من إساءة من قبلهم ونحن نتذكر أو نعلم الإساءة التي صدرت من إحدى عضوات الوفد الإنقلابي هناك إساءة أيضا من موضوع القاعدة والحرب على القاعدة هناك أداء الحكومة والوفد الشرعي أداء منضبط أداء دولة ليس من إنفعاليا وهو يحاول أن يعطي فرصة لهذه المشاورات أن تنجح لكن في المقابل هؤلاء جاءوا بأجندات لم يأتوا أيضا بموضوع أن لديهم قدرة على اتخاذ القرار في داخل الجلسات وهذا ما يؤخر أيضا التواصل إلى الاتفاق كان هناك اليوم المفترض أن تعقد الجلسة ساعة الرابعة فطلبوا أن تكون الساعة السابعة لأنهم يريدون أن يشاوروا قياداتهم الوفد الشرعي جاء ولديه كاملة صلاحيات في إطار التشاور في إطار تنفيذ مقرارات المجتمع الدولي طيب تحديدا في هذه النقطة هل تلاحظ من ناحية الانضباط والدقة والقدرة على التفاوض والحديث في كلا الوفدين إلى من تنسبهم أو إلى من ترجح هذه الكفة في هذه المفاوضة إلى الآن يعني دون محاباة القضية هنا تخضع لكل الشواهد التي حدثت منذ إعلان أولا المبعوث الأممي للمشاورات في الكويت وترحيب الحكومة الشرعية بذلك وترحيب التحالف بهذا الأمر ثم بعد ذلك الترتيبات التي حدثت وصول الوفد إلى هنا قبل موعد المشاورات بيوم ثم الصبر الكبير الذي حدث للانتظار الإنقلابي للوصول ثم بعد ذلك رغبة الحكومة الشرعية في التعامل والتعاون مع الأمم المتحدة فيما يخص الإجراءات والتكتيكات والنواحي الفنية لتنفيذ النقاط الخمس هناك كثير من المرونة في هذا الاتجاه التشدد الوحيد الذي هو من الحكومة الشرعية هو فقط في موضوع أن هناك قضايا أساسية لا يمكن أن يتم الحل إلا على أساسها موضوع عودة الدولة وموضوع عودة الشرعية وتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن ثم الأهم أيضا ما حدث من ترتيبات وموافقات واتفاقات في بييل إذا كل مشاورات سننسف ما تم الاتفاق عليه أو التوافق عليه في المشاورات السابقة فإننا دائما سنعود إلى نقطة الصفر وهذا الأمر يبدو واضحا يعني هل يتعلق ذلك أو تتعلق هذه النقطة بموضوع فتح ممرات آمنة لتعز وكذلك إطلاق صراحة مختطفين؟ ممرات آمنة ليس فقط لتعز ممرات آمنة توصل المساعدات إلى جميع أنحاء اليمن والأماكن المتضررة ورفع الحصار عن تعز وهي قضية واضحة وشديدة الوضوع وهي مطلب مهم من الحكومة الشرعية ومطلب حتى للمجتمع الدولي الآن هل يتبنى المجتمع الدولي فك الحصار عن تعز وفتح الممرات الأمنة؟ وكذلك إطلاق صراحة المختطفين؟ هذا تم الاتفاق عليه في بييل أو على الأقل أعلن عنه المضعوث الأممي أنه تلقى ضمانات لتنفيذ هذه النقاط التي تبدأ أولا بتثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار ثم بعد ذلك فتح ممرات آمنة ورفع الحصار عن تعز وإطلاق المعتقلين السياسيين في مقابل مسألة تعز هذه يبدو أن لديها حساسية مفرطة لدى وفد الإنقلابيين هناك تشدد غريب وتشدد يصل إلى حد الإجرام ما ذكره المشاط في بييل عندما قال أنه إلا تعز لن نفك الحصار عنها تردد في هذه المشاورات أيضا في الكويت وقال بنفس الحرف إلا تعز لن نفك الحصار عنها في موضوع المختطفين أيضا التشدد الذي حصل في بييل إلى درجة أنهم امتنعوا عن إعطاء معلومات هل هؤلاء أحياء أم أموات ظروفهم حتى لمنظمة الصريب الأحمر تكرر هنا وهم يرفضون موضوع تبادل أو إطلاق المختطفين السياسيين لكنهم في ذات الوقت في ذات الوقت يطلقون ويتبادلون المعتقلين مع القاعدة أطلقت خلال الأيام الماضية أعداد من قيادات القاعدة التي كانت قبضة عليهم الحوثيين وبالتالي هذا التشدد مستغرب طبعا وكأنها هي أوراق يحاولون تعز والمختطفين هي أوراق سيلعب عليها الحوثيون والإنقلابيون بشكل عام غير أخلاقية غير أخلاقية نعم غير أخلاقية يعني أن تتحدث أمام العالم نحن نقول اليوم أنه يجب على العالم أن يفهم لماذا نحن وصلنا إلى مرحلة اليأس من هذه الجماعة هذه جماعة متطرفة مجرمة ليس لديها أي إمكانية للتعايش هؤلاء جربناهم في الاتفاقات ونقضوها جربناهم في المواثيق ونقضوها جربناهم في محاولة الوصول إلى اتفاقات ونقضوها وبالتالي نحن اليوم نعيش نتائج هذا كله الذي حدث في الماضي هذا التعنت الغريب العجيب يا أخي إذا كانت الأمور تحرك في اتجاه الحل السياسي تحرك في اتجاه هناك تقارير عن أن بالفعل المواجهة العسكرية خفت إلى حد كبير يمكن إلى 60 أو 70% لماذا لا تحاول أن تلتزم وهذا ما يتحدث عنه المبعوث الأممي بنفسه لكن أستاذ عبد الله ما هي النظرة الدولية لما يجري ولمواقف الإنقلابيين في هذه المشاورات نحن شهدنا تغيرا ملحوظا في موقف المجتمع الدولي وخاصة عندما تأخر الانقلابيين في الوفد الانقلابيين في الوصول إلى الكويت وكان تسرب ووصل إلينا أن هناك ضغوط بالفعل مورسة عليهم وخاصة من بعض الدول الأوروبية وحتى منظمة الأمم المتحدة أيضا أعتقد أن المجتمع الدولي أمام قضية أخلاقية نحن الآن لا نتحدث عن قضايا قضايا الهدنة ممكن أن تناقش قضايا توقف القتال يمكن أن يناقش لكن القضايا الخاصة بإجراءات بناء الثقة هذه عندما تحدث الناس أو تحدث حتى المجتمع الدولي عنها في بييل في سويسرا تحدث على أنها قضايا أخلاقية يعني أنت عندما تستخدم هذه ورقة المختطفين وحصار الناس وقتلهم وتجويعهم كورقة في يدك في معركة عسكرية المفترض حتى الحرب لها أخلاق أن تذهب إلى مرحلة أن لا تكون عندك أخلاق أعتقد أن كل هذه الإجراءات وما يحدث يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية في الضغط على هؤلاء أو الذهاب إلى تنفيذ القرار الأمم من عشرين ستاعش بآلياته أو يتركوا الأمور للحسم العسكري طيب أستاذ عبدالله أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور محمد جميح مساء الخير الدكتور أهلا بكم دكتور ما الذي يريده الانقلابيون من إصرارهم على عدم تنفيذ التسلسل للنقاط الخمس كمدخل لأجندة هذه المشاورات طبعا واضح فيما يبدو ما يريد الانقلابيون وما يخططون له يريدون وضع العربة أمام الحصان إنجاز التعبير يريدون البدء بإجراءات سياسية معينة والانطلاق من من تهى إليه حسب قولهم حوار موثمبيك الثاني يعني الذي كان عندما كان الرئيس تحت إقامة جبرية وكانوا يتفاوضون على أساس مجلس الرئاسي وما إلى ذلك هم يريدون تشكيل حكومة انتقالية هذه الحكومة الانتقالية يكونون هم فاعلين فيها مع الأطراف الأخرى المتحالفة معهم وتكون الشرعية جزءا من هذه الحكومة ولو جزءا يسيرا غير قادر على التحكم بمسارات الحكومة ثم يقولون بأن هذه الحكومة هي التي سوف تقوم بمهام نزع أسلحة الميليشيات وسوف تقوم بمهام سحب أناصر الميليشيات من المدن وسوف تقوم برفع الحصار عن تعز وما إلى ذلك من الخطوات المشمولة في القرارة دولي 22-16 ماذا يريدون من ذلك؟ يريدون أن نصل إلى حالة لبنانية في اليمن يريدون أن يكون لهم قوة داخل الحكومة تستطيع التحكم بالقرار الحكومي أشبه ما تكون بقوة الثلث المعطل لو تذكر عندما اشترط حزب الله اللبناني أن يكون له حق الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة إذا رأى حسن نصر الله أنها تتعارض مع مصالحه أو مصالح حذبه التي هي بالطبع مصالح الإيرانيين إذن هم يريدون هذه التركيبة من الحكومة بحيث يستطيعون أن يكونوا أشبه ما يكونون بحزب الله في اليمن ميليشيا مسلحة مشاركة في الدولة ومشاركة في الحكومة كحزب الله تماما لا تستطيع إقصاءها لأن لديها سلاح وفي الوقت ذاته يستطيع أن تتحكم بمسارات العمل السياسي في البلاد ومن يستطيع أن ينزع أسلحة الميليشيات الحوتية إذا ما أصبحوا هم سلطة وجزءا لا يتجزء أو جزءا فائلا من هذه الحكومة هذا ما يستطيعون من خلال إفراغ القرار الدولي المضمونة كان هناك حديث على أن الميليشيات كانت تريد تجاوز التجربة اللبنانية والآن في الحديث عن الثلث المعطل ووجود سلاح بيدها هي تحتكره بخلاف بقية الأطراف السياسية وخلاف الدولة التي يجب أن تحتكر هذا السلاح لكن إذا ما تحدثنا عن أن نقطة تسليم السلاح للدولة أو لمؤسسات الدولة تمثل نقطة ذات جدل كبير بالنسبة للانقلابيين هل يحاول الانقلابيون تأجيل معارك أخرى بعيدا عن ما تم إلى الآن من عصفة حزم وإعادة أمل من خلال هذه المشاورات السياسية؟ هذا بالطبع طبعا عندما يشترطون تقديم الحوار السياسي وهي النقطة الخامسة في النقاط التي عرضها والشيخ في التسلسل آخر نقطة يجعلونها هي النقطة الأولى هم يريدون ترحيل بقية القضايا إلى أن تأتي هذه الحكومة التي يتحكمون بها وبالتالي لا تنزح أسلحتهم فيحتفظون بهذه الأسلحة لجولة قادمة هذا هو المخطط طبعا يخطط لهم وهناك خبراء إيرانيون لماذا ذهبوا إلى مصقط في طريقهم إلى الكويت؟ ليس لقاء ليلتائم بقية الفريق ببعضه كانوا بالإمكان أن يتقوا في الكويت لكنهم ذهبوا من صنعاء إلى مصقط مع أن الطائرة كان يمكن أن تذهب بهم مباشرة إلى الكويت ذهبوا إلى مصقط من أجل لقاء الخبراء الإيرانيين هناك من أجل التزود بالخبرات التنية في آلية الحوار وأدائهم السياسي في الحوار هذه الجماعة الذي يعرف تكوينها العقدي والتكوينها الأيدولوجي والفكري يعرف أنها لن تتخلى عن السلاح لعدة أسباب السبب الأول والرئيس هو أن السلاح هو الذي ضمن لها هذه المكاسب التي تحصلت عليها وبالتالي بحساب طبيعي وبسيط لا يمكن أن يفرطوا بما أعطاهم هذه المآلات كلها أو هذه الإنجزات كلها السبب الثاني الذي يجعلهم يتمسكون بالسلاح أنهم يعرفون حجمهم السياسي أصلا وحجمهم السياسي قبل أن حتى تتشكل جماعة الحوتي كان لديهم في التيار الذي يمثلهم عضوان في مجلس البرلمان فقط في مجلس النواب هما حسين الحوتي وعبدالله رزامي الآن يعرفون الحجم السياسي يعرفون الحجم الشعد وبالتالي لا يمكن حسب تصورهم أن يصلوا إلى سلطة حقيقية لهم عن طريق صناديق الانتخابات والاقتراع إذن الذي يؤهلهم للتمسك بالسلطة أو للصوء إليها هو السلاح وليس الانتخاب يعني هم يريدون العودة إلى مرحلة ما قبل اتفاقية السلم والشراكة وتقديم التسوية السياسية القادمة من وجهة نظرهم ووجود نفوذ لهم تحت مسمى الشراكة هذا بالطبع ما يريدون وصرحوا بأنهم يريدون استكمال الحوار الوطني من المرحلة التي انتهى إليها في مصنبيك وليس الحوار الوطني الذي أنهيناه في يناير 2014 الذي خرج بوثيط الحوار وإنما الحوار الذي كان يجري كما قلت أثناء ما كان الرئيس تحت الإقامة الجبرية هذا الحوار الذي ينطلق ويتأسس على أساس اتفاق السلم والشراكة الذي وقع بسنة الرماح إنجاز التعبير أو تحت السلاح وبالتالي إذا كان هذه هي الرؤية وهذا هو التوجه فهذا لا يعني أكثر من أن الدور العميقة تؤيد إنتاج نفسها بشكل حوثي أو بشكل مختلط مع الحوثي وصالح لكن بالمحاصلة النهائية لا يمكن أبدا أن يصار إلى تسوية سياسية حقيقية أو إلى حلول جذرية ناجعة ما لم تكن هناك ضمانات لربما هذا ما يريده الحوثيون نعم لربما هذا ما يريده الحوثيون بتقديم اتفاقية السلم والشراكة كمرجعية لكن بالأخير هذه المشاورات لم تأتي تحت هذا الإطار كمرجعية لكن برأيك دكتور كيف يمكن الخروج من مأزق تقاسم الدائم للمناصب السيادية في ظل وجود الطرف المنقلب كطرف نت في هذه المشاورات طبعا إذا أخذنا بالقرار الدولي وتطبيقه حرفيا فالقرار الدولي لا يعترف بالانقلابيين هم ليسوا سلطة يعني الأطراف الموجودة في الداخل هي طرفا أحد الطرفين رئيس سابق ليس له سلطة رسمية وليس له سلطة شرعية وأصبح رئيس سابقا مواطن يمني مواطن له حقوقه كما يريد لكن ليس له حقوق سياسية في السلطة الآن وأيضا الطرف الآخر هو رف ميليشاوي ليس حتى حزبا سياسيا وبالتالي الأطراف الداخلية التمع الدولي حسب القرار الدولي يرى أنها ليست لديها مشروعية حسب التطبيق الحرفي للقرار الدولي الحكومة الموجودة في الرياض هي الحكومة الشرعية وبالتالي حرفيا القرار إذا طبق فإن هذه الحكومة تعود إلى صنعان وهي التي تتولى نزع أسلحة الميليشيات طبعا هذه رؤية مثالية للطبق القرار وإن كانت رؤية حقيقية وواقعية وهي المعنى التنفيذي والتطبيقي والحرفي للقرار الدولي لكن الحوثيون حتى لو تم اقتراح قوة عربية محايدة لاستلام الأسلحة فإنهم سيرفضون حتى لو تم اقتراح قوة مختلطة من الجيش اليمني الحالي الجيش الوطني ومن سيقلق قوات الحرص الجمهوري الموجودة وبعض القوات الخاصة التي لا تزال في يد الرئيس السابق لو شكلت قوة مشتركة من هاتين القوتين فإن الحوثيين لن يسلمون أنا في 2010 عندما وافق الحوثيون على الشروط الستة حينها للحكومة ومنها البند الأول تقريبا نزع أسلحاتهم التقيلة وتسليم سلاح الدولة للدولة والبند الآخر يختص بالانسحاب من مديريات المحافظة الصعدة ومديرة حرص سفيان وعدم تدخل في شؤون الدولة وإدارتها وما إلى ذلك شديهة النقاط الست بما وعد في القرار الدولي عندما وقفت العمليات العسكرية شكلت لنزع الأسلحة أو لنزع الألغام اتصلت برئيس هذه اللجنة في حينها أو عضو بارزي هو شعر عثمان مجلي وسألته ما مدى انتزام الحوثيين بذلك فقال على مستوى الألغام ننزع الألغام من الأرض ثم يأخذوا الحوثيون ويضعونها في أكياسها ثم يرحلون بها إلى مصر وكان واضحا ما حدث من تلك الفترة إلى هذه الفترة دكتور أشكرك جزيل أشكر الدكتور محمد جميح المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من لندن وقبل أن أذهب إلى أستاذ أبدالله إسماعيل مشاهدين الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير بعده نستنف حلقتنا بقوة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام أعود إلى ضيف المحلل السياسي الأستاذ عبدالله إسماعيل عبر السكايب من الكويت أستاذ عبدالله إذا ما تحدثنا أكثر حول النقطة التي ندد فيها الحوثيون بالعملية العسكرية التي تقوم أو القائمة على القاعدة في حضرموت والمناطق الجنوبية بشكل عام والقراءة الكثيرة لكثير من الإعلاميين التابعين لهم باعتبار هذه العملية عدواناً على اليمن كيف تقرأ ذلك؟ يعني أنا في التصوري أن هذا يعكس مدى كذب هذه الجماعة مدى ابتزازها للناس مدى خداعها المتواصل نحن نعلم أنهم حاربوا اليمنيين جميعاً تحت مسمى القاعدة القاعدة وداعش وطبروا منذ هزيمتهم النكراء في عدن وفي تعز وفي مناطق أخرى وفي مأرب أن القاعدة تسلم المحافظات وأننا جئنا لمحاربة القاعدة ثم حتى عندما يتحدث عن موضوع التسويات السياسية يتحدثون على أنه من سيحارب الإرهاب الموجود في عدن من سيحارب الإرهاب الموجود في زنجبار من سيحارب الإرهاب الموجود في المكلة ثم بعد ذلك وبشكل فج وقبيح اليوم يرفضون كما قلت لك مقترحاً من الوفدة المفاوضة للشرعية ووافقت عليها حتى الأمم المتحدة أو مبعوثة للأمم المتحدة أن يكون هناك إسناد بيان يسند قوات الأمن والمقاومة في الجنوب وأيضاً ضربات التحالف فرفضوا رفضاً قاطعاً هذا يدل أيضاً دلالة أخرى أن هذه القاعدة كما قلنا دائماً هذه الميليشيات هي مرتبطة بصنعاء ومران هذه الميليشيات الموجودة في المكلة وفي زنجبار وفي عدن لا تخدم إلا الميليشيات الموجودة في صنعاء وفي صعداء وأنه إذا ما ضربت الأذناب فبالتأكيد الرأس سيتألم وهذا ما حصل تماماً هذه الفضيحة الكبرى التي يعيشها الحوثيون خلال 24 ساعة الماضية المجتمع الدولي جميعاً فرح وسعيد بأن يكون هناك تواجد للدولة اليمنية الشرعية في مقارعة الإرهاب وهذه الرسالة كانت واضحة ووصلت إلى الجميع أن هناك جهد لا تلعب أيها الحوثيون ولا تلعب يا صالح بمسألة وورقة الإرهاب الإرهاب يجب أن تكون هناك دولة لمحاربته وليست ميليشيات لمحاربة ميليشيات أخرى ثم إن هذه الورقة لا يجب أن تتحدث فيها لا بد أن تنزعها تماماً ليست من مهامك ولا من مهام هذه الميليشيا الإرهاب الحوثية وبالتالي أعتقد أنه كان حقيقة ما كان يتحدث الناس عنه أنه هذه القاعدة وهذا داعش الذي اختلقتها الحوثية ليست إلا أذناب لهذا الإرهاب الموجود في الشمال وبالتالي أعتقد أنه كانت ورقة قوية جداً أن يتم هذا الانتصار المهم والساحق على الإرهابيين لأنني أنا في اعتقادي أنه يعني انتصار أيضاً على الإرهاب الآخر سنعود إلى هذه النقطة أستاذ عبدالله لكن قبل ذلك دعنا نرحب بضيفنا من تعز الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالهادي العزيزي عزيزي مساء الخير السيد عبدالهادي يا مساء النور أخي وأحلام وسهلاً أهلاً بكم السيد عبدالهادي بحكم قربك من الميدان في تعز حدثنا أكثر عن أجواء ما يسمى بالهدنة هناك وفق الأخبار التي تناقل عن القصف المستمر من قبل الحوثيين في ظل المشاورات في اليوم الرابع من مشاورات الكويت يا سيدي بالنسبة لموضوع تعز والهدنة في تعز تشتعل الأقوى بشكل شرس جداً وتسمع الانفجارات في المدينة والمناطق المحيطة بها ارتجاءاً من تقريباً من بعد الساعة التاسعة ليلاً وإلى الفجر كل يوم هناك اشتراكات عن إثابة أشد عوفاً في الأربع الأيام الأخيرة منذ احتجام مسألة المفاوضات بالكويت ووصول وفد جماعة الانقلاب الاهتباكات خيدة جداً الحصار مستمر ولم تفتح أي من الطرق والمعابر إلى المدينة والعملية مستمرة ومستمرة بقذايف الكاتوشا والهون القذايف الصاروخية الكاتوشا والهون وقذايف الدبابات وأيضاً هون من المدفعية الثقيلة 130 من منطقة الحوضان ومن مناطق مركز الميليشية لأن العملية كما كانت تماماً يعتبر الإنقلابين تعز هي الورقة الرابعة التي يمكن أن تعمل على تركع الحكومة باعتبار أن همالك أكثر من 500 ألف نسمة هم الموجودين داخل المدينة ويفرق عليهم الحصار لكن ما لا يعيش الجميع أن محافظة تعز كمحافظة التي فيها أكثر من 4 مليون نسمة محافظة إدمالاً وبشكل عام الحوثين طوقون المحافظة من المنفذ الشرقي للمحافظة أي من قبل من القاعدة إلى الشريدة والراهدة ويحصرونها أيضاً من المديرية الفاصلة ما بين الحديدة وحتى الوازعية غرباً على أسلح النار طيب بالنسبة للجان مراقبة وقف إطلاق النار والصدى عبدالهادي وبالتالي هذه الورقة التي يقدمها دماعة الإنقلاب وتمارس بها مع العزب الشديد من ضنات الأمم المتحدة إدمالاً منحازة إنحيازاً كلياً للجماعة الحوثي لا زالت ترسل كل مساعداتها من الأغذية التابعة للبرنامج الغذاء العالمي أو منظمة الصحة أو منظمة الأخرى كل مساعداتها تأتي عبر المركز في صنعاء وعبر ميناع الحديدة وبالتالي هي تقوم بها هل شهدت المدينة أستاذ عبدالهادي أي مساعدات من قبل هذه المنظمات الأممية التي دعت أنها بحاجة إلى تهدي أو هدنة لإيصال هذه المساعدات إلى داخل المدينة للمتضررين فيها هذه المشاعدات سلمتها الأمم المتحدة ومكاتبها إلى بماعة الحوثي وصالح إلى بماعة الإنقلاب وهي تمارسها ربما لو الناس الحصيفين جدا أصبحت هذه المسألة تقايضك إما أن تكون مع الإنقلاب أو عليك أن تقتل بوع حركة عبدالجنبي إلى مديرية شرعة بغونة كانت تتحرك أمامه أربع شاحنات كبيرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وكان يقايض الناس أما أن أحكمق أو أقلق أو من شكا جوعا بالنسبة للإيجان الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار بحسب متابعتك هل تقوم بمهامها والرفع بتقارير أولا بأول للجهات الأممية والحكومة الشرعية في الخروقات هذه التي تقوم بها الميليشيات بعددها فعليا على الأرض تقوم اللقنة المشكلة برئاسة النائب عبدالكريم شيبان عن جماعة الشرعية والمقاومة في تعز هو الذي رفع هذه الخروقات أما الأربع الأسماء وخامسهم الجنجي المحافظة الميليشية فإن هؤلاء على ثقة تامة أنهم يعجزون عن تحريك عسكري من العساكر المرافقين لهم وبالتالي هم تروحوا من البداية حتى لا يستطيعون تحريك شيء هم تروحوا بمثابة مظلة وحتى يقول الإنقلابيين للعالم أن الذي يقاتل في تعز هم من أبنى تعز وأن تعز ستقاتل مع تعز وبالتالي الإنقلابي يقول الثوم بثم كل من الشوافي وأيضا الجابري وأيضا الحميري نائف الحميري أو أم حمد عبدالنائف وعبد الجنبي في حين لا أخذ قرار القوى العسكرية كانت تديرها جماعة عسكرية نعم أستاذ عبدالنائف نعم إذن أشكرك المحلل السياسي للأستاذ عبدالهادي العزعز كنت مانع عبر الهاتف من تعز وأشير إلى أن رئيس لجنة التهدي أبي تعز الأستاذ عبدالكريم شيبان كان من المفترض أن يكون معنا للحديث في هذه الحلقة وعسى أن يكون المانع خيرا أعود إلى الأستاذ عبدالله إسماعيل أستاذ عبدالله كنا نتحدث عن نقطة الحديث عن ضرب تنظيم القاعدة خلال هذه الأيام هل تعتقد أن التحالف العربي وفق في التوقيت خاصة أن الحوتيين يمسكون هذه كورقة للترويج أنهم هم الأجدى بمحاربة الإرهاب في اليمن بالتأكيد كان توقيتا موفقا وداعما حتى للمشاورات إذا كان هناك بالفعل صدق ونوايا من قبل الانقلابيين فهذه واحدة من الأمور التي كانوا يطالبون بها يعني أن يكون هناك اتفاق على محاربة الإرهاب على محاربة القاعدة على إخراجهم من المناطق التي يسيطرون عليها وبالتالي من الناحية من الناحية دعم المفاوضات كان التوقيت جيدا من ناحية أخرى التحالف يقول أن التحالف طبعا والشرعية والمقاومة الجنوبية أيضا والجيش الوطني يتحدث عن موضوع أنه نحن أولى بمحاربة الإرهاب فلتسقط الميليشيات وتسلم سلاحها وتسلم مهمة محاربة القاعدة ومحاربة الإرهاب للدولة ليس هناك ميليشيات تحارب ميليشيات أخرى وبالتالي أنا أعتقد أنه أسقط في أيديهم لكنني أنا اليوم كتبت أن الضربات التي وجهت للقاعدة في أبيان وفي المكلة كانت أشد وطأة على الإنقلابيين من القاعدة نفسها للأسف الشديد كان هناك استغراب غريب كان هناك توقع أن يكون هناك على الأقل احتفاء واحتفال من قبل الحوثيين وصالح بمسألة أن هناك ضربات موجعة للقاعدة لأنهم أزعجوا الناس بها حاربوا الناس من أجل هذه الكذبة الكبيرة نحن ذاهبون لمحاربة القاعدة وداعش وقتلوا الناس وأسقطوا الدولة اليمنية والسولوا على مقدراتها بهذه الحجة الواهية التي تسقط خلال 24 ساعة فقط وبالتالي أنا في تصوري أن هذه الضربات أسقطت كثيرا من حججهم عرتهم أكثر من الأوراق من الأوراق التي لعب عليها الحوثيون أو الانقلابيون بشكل عام بحسب المتابعين ورقة التعينات التي تقوم بها في أجهزة الدولة منذ عامين تقريبا يعني في إطار الحديث عن المشاورات وفي إطار هذه التعينات أيضا هل تقوم الميليشيا بعمل مثل ما يقولون رجل هنا ورجل هناك حتى تضمن كافة الحلول في حال تم التسوية السياسية يكون الحوثيون متوغلون في أجهزة الدولة وفي حال لم تتم التسوية السياسية يكون هناك مماطلة أكثر وكسب للوقت من قبلهم بالتأكيد لكن هناك ملاحظة نحن لا نسعى إلى تسوية سياسية نحن نسعى إلى حل إلى حل جذري للقضية والأسباب التي أدت أن تكون مثل هذه الجماعة المتطرفة تتحارف مع الفسات وتسقط الدولة اليمنية وهو نتيجة للتسويات السابقة التي لم تخرج اليمن من دوائر العنف حتى الآن وبالتالي نحن نبحث عن حل هذا الحل لا بد أن يسوعب الأسباب التي أدت إلى ما نحن فيه ويعالجها من جذورها وإلا فإن أي تلك عن معالجة الأسباب سيؤدي إلى تكرار حلقات العنف وربما تكون هذه الحلقة هي أضعف الحلقات التي يمكن أن انتظرها اليمنيون إذا لم يتم معالجة قضايا الحقيقية من جذورها ومعرفة أسبابها بالتأكيد الحوثيون سعوا إلى تغيير التغيير الواسع في إطار الجهاز الإداري للدولة والجهاز العسكري للدولة ومؤسسات الأمن والمؤسسات الاستخباراتية وغيرها سكنوا من يدين لهم بالولاء غيروا من تركيبة الدولة اليمنية ومؤسساتها والجهاز الإداري وكل هذا طبعا معروف أنه إذا ما حصل حل فإنهم يكونوا قد وصلوا إلى مبتغاهم في تسكين أعضائهم أيضا هناك نقطة مهمة يقال أن تم التأكيد عليها أنه على الأقل هناك عشرين ألف من ميليشياتهم تم إدماجها في الجيش أو على الأقل وضعت في قوائم الجيش اليمني وهذا أمر خطير جدا لكن هناك نقطة مهمة ما سيتم مراقشته والحل السياسي لا بد أن يسوعب أيضا أنه أي إجراء حدث بعد سقوط العاصمة اليمنية صنعا في 21 سبتمبر كأنه لم يكن وهناك قرار رئاسي وصدر قرار من الرئيس ومن الرئاسة لأنه كل الإجراءات التي تمت بعد 21 سبتمبر كأنها لم تكن وهذا أمر يجب أن يكون موضوعا في الحسبان وأن يتم الإصرار عليه إذن بهذا أستاذ عبدالله نصل إلى ختام هذه الحلقة أشكرك جزيلا شكرا كنت معنا عبر الهد عبر السكايد من الكويت كما أشكر أسادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات مشاهدين الكرام في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحية طاقم العمل الفني والتحريري لحين المتقدمتم والوطن بألف خير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر